في سماء مدينة هيت غربي محافظة الأنبار ينطلق نداء الحق من فوق منارة جامع الفاروق ذلك الجامع الذي يعد ضمن أقدم المساجد التي بنيت ليس فقط في العراق وإنما في تاريخ الإسلام جامع الفاروق كان قديما وقبل الفتوحات الإسلامية كان قديما هو مرصد موجود على نهر الفرات ومن ثم بعد أن جاء الإسلام فحدث وأصبح جامع وسميه بجامع الفاروق ومنذ ذلك الوقت هذه المنارة هي قائمة وشاخصة وموجودة وهي شاخصة في هذه القلعة لهذه المدينة العريقة بني المسجد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعيد فتح هيت وألحق بالمنارة التي كانت مرصداً وبرجاً للمراقبة على نهر الفرات قبل دخول الإسلام وظل المسجد والمنارة شاهدين على تاريخ طويل من الانتصارات والانكسارات التي شهدها العراق عبر تاريخه الإسلامي غير أن هذين الشاهدين شهد منذ الغزو الأمريكي إهمالاً حكومياً بلغ ذروته بأن بات ذلك المعلم التاريخي والحضاري الهام معرضاً للانهيار وسط لامبالات واضحة من جانب حكومات الاحتلال المتعاقبة أننا نرى الإحمال في تاريخنا ليس في هيت فقط ولكن في العراق كله يجب كما الأكراد بارك الله فيهم اعتنوا بقلعة أربيل وأصبحت قبلة للسياح وقالوا قبل قلعة أربيل ولكن قلعة هيت أقدم من قلعة أربيل هو العراق إذن عراق الحضارة والتاريخ تقف آثاره عبر مئات السنين لتحكي قصة وطن كان رمزاً للعلم والتحضر في الدنيا قبل أن يحكمه القادمون على ظهور دبابات الاحتلال ليحاولوا محو ماضيه ونهب حاضره ومسادرة مستقبله